المهم أيها الأفاضل حيثما وجد الشرع فثمت المصلحة حيثما وجد الشرع فثمت المصلحة لا ينبغي على الإطلاق أن تهتز هذه القاعدة في قلبك ولو للحظة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي أو قلت قال الصحابة والألي تبع لهم في القول والأعمال أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال حاش رسول الله يحكم بالهوى تلك حكومة الضلال ولذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة فقال كما في الصحيحين من حديث عمر بن عوف الأنصاري رضي الله عنه وفيه والله ما الفقر أخشى عليكم يا الله والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم فتهلككم كما أهلكتهم إنها الدنيا قال صلى الله عليه وسلم بما فيها من شهوات قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أسامة ابن زيدا رضي الله عنهما ما تركت فتنة بعد أضر على الرجال من النساء وفي رواية أنس في صحيح مسلم إن الدنيا حلوة خضرة يا الله إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا يا سلام على هذا الباني النبوي فاتقوا الدنيا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء لا أريد أن أطيل فالوقت انتهى ثم فتنة الشبهات وهي عندي أخطر من فتنة الشهوات أنا لا أقلل من خطر فتنة الشهوات وإنما أقول مهما ارتكب الإنسان من الذنوب أو حتى من الكبائر فهو يعلم أنه مذنب فهو منكسر إن تاب إلى الله تاب الله عليه مهما عظم ذنبه فنحن لا نكفر بالكبيرة إن عاد إلى الله في أي لحظة من ليل أو نهار تاب الله عز وجل عليه والأدلة على ذلك كثيرة من كتاب ربنا وسنة نبينا أما الشبهة التي تصيب القلب وتصيب العقل قد يبذل الإنسان من أجلها روحه ودمه وهو يعتقد أنه بذلك ينصر دين الله تبارك وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله فما أخطر الشبهات لسيما في زمن الإنترنت تعرض الآن الشبهات على موقع من المواقع فتجوب الأرض كلها في ساعة أو في أقل من ذلك شبهات لا تثار الآن على الفرعيات ولا على الجزئيات بل على الثوابت والأصول والأركان والكليات شبهات تثار الآن من الكافرين والمنافقين وأصحاب القلوب المريضة تثار شبهات على قرآن بل وعلى ذات الله جل وعلا وعند الأدلة والله عند الأدلة وتثار شبهات على كتاب ربنا وما أكثرها وتثار الشبهات على رسولنا صلى الله عليه وسلم وما أكثرها وعلى سنته المطهرة وما أكثرها شبهات تعرض الآن على مواقع الإنترنت أو على بعض الفضائيات تعرض بقوة وبكثرة لا تطال الفرعيات بل تطعن في الأصول والثوابت والكليات ولا تسع الوقت للتفصيل ولا طالما بفضل ربنا جل وعلا فندنا كثيرا من هذه الشبهات وسنظل ننافح وندافع بأرواحنا ودمائنا عن ربنا جل وعلا عن دين ربنا جل وعلا وعن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن قرآننا وعن ثوابتنا وأصولنا ما دام فينا عرق ينبض بالدم وما دامت فينا الحياة والله لن نتخلى أبدا عن نصرة دين الله تبارك وتعالى بكل ما آتانا الله جل وعلا حتى نلقى نبينا صلى الله عليه وسلم على الحوض إن شاء الله تعالى وإلا فنحن على يقين أن الدنيا محط ابتلاء ومحط فتن والناجي والسعيد من جنبه الله الفتن ومن صبر وكأنه يقبض على جمر بين يديه هؤلاء الغرباء موجودون في كل زمان ومكان أولئك الذين يشعرون بالغربة المعنوية والغربة الحقيقية لكنهم ثابتون صامدون يتحملون الأذى ويبلغون دين الله جل وعلا ويبلغون دين النبي صلى الله عليه وسلم بأقوالهم وأعمالهم وأحوالهم أيها الأفاضل في عجالة شديدة ما السبيل ما السبيل ما النجاه أولا أن تتبرأ من حولك وطولك وقوتك ومددك وأن تعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله فالموفق من وفقه الله والمخذول من خذل وتخلى ربنا تبارك وتعالى عنه اللهم وفقنا ولا تخذلنا يا أرحم الراحمين ثانيا صدق الاستعانة بالله جل وعلا اعلم بأنك تحتاج إلى تثبيت من الله أنا أحتاج إلى تثبيت من الله والله لو لا تثبيت الله لي ما استطعت أن أحفظ آية ولا حديثا وما استطعت أن أجلس كل ليلة ساعة كاملة أو يزيد ليحدثكم عن الله وعن رسول الله والله الذي لا إله غيره لو تخلى الله عنا بعونه وفضله وستره لفتضحنا وهلكنا وخسرنا في دنيانا وأخرانا هل تعلم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى تثبيت الله له إيه ورب الكعبة ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا فإذا كان رسولنا وهو صاحب القلب المعصوم الموصول بالله جل وعلا احتاجوا إلى تثبيت من الله فبالله عليك ألا أحتاج أنا ألا تحتاج أنت وأنت يا أختاه إلى تثبيت من الله كيف يكون ذلك أصدق في طلب العون منه أصدق في طلب المدد والتوفيق منه سبحانه وتعالى إذ لا حوله ولا قوة إلا بالله قال نبينا لمعاذ بن جبل يا معاذ والله إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم ها يلا اللهم أعني اللهم أعني اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فاطلب العون منه سبحانه وتعالى ثالثا الاعتصام بالله عز وجل ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم الاعتصام مشكلبة تعتصم بالله يعني تلجأ إليه وتحتمي به وتمتنع به سبحانه وتعالى فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به أي ملجأ وأي معاذ أعظم من أن تلجأ إليه وأن تعتصم به وأن تعوذ به وأن تلوذ به وأن تتوكل عليه وأن تفوض أمرك إليه وأن تلجأ إليه فورب الكعبة لا سعادة لنا ولا نجاة لنا في الدنيا والآخرة إلا إذا توكلنا عليه واعتصمنا به وفوضنا أمورنا كلها إليه سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدر رابعا التحصن بالإيمان فالإيمان أمان ونجاة ونجاة في الدنيا والآخرة ولا تسع الوقت للتفصيل حقق الإيمان ومن يؤمن بالله يهد قلبه وإن هدى الله قلبك نجوت وسعدت في الدنيا والآخرة خامسا أو سادسا التحصن بالعبادة أنت في زمن الفتن تحتاج إلى العبادة إلى المحافظة على الصلوات الصيام الصلاة بالليل محافظة على الصلاة بالليل على الذكر الاستغفار كل صور العبادة العمرة الحج ما استطعت إلى ذلك سبيلة اسمع البشرى النبوية دي في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار أن النبي المختار صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج في الهرج يعنيه يعني في الفتن كهجرة إلي كهجرة إلي يا له من فضل العبادة في الفتن أجرها كأجر من هاجر من الصحابة من مكة إلى المدينة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم سابعا مصاحبة الصالحين يا أحبابي فيه وجوه أول ما تشوفها تذكر الله تتذكر ربك وفيه وجوه أول ما تراها تذكر المعصية والعاذ بالله وتصيب الفتنة قلبك أظن هذا واقع أصحاب الوجوه الأولى هم الأولياء بنص حديث رسول الله الأولياء الذين إذا رؤوا ذكر الله الأولياء الذين إذا رؤوا ذكر الله اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك